معظم العوائل التي خرجت من مخيم الهول كانوا من الأطفال والنساء حيث كانوا متأرجحين بين قسوة وحرمان المخيمات ورفض المجتمع في الخارج لهم ليبقى السؤال بعد خروجهم هل سيعيشون حياة طبيعية بعيدة عن ماضيهم الداعشي؟ أم أنهم سيحملون فكر أزواجهم وآبائهم للانتعاش من جديد؟ وللإجابة عن سؤالنا الشيخ تركي السوعان أحد وجه عشيرة الصبخة والتي تكفل بخروج عشرات العوائل الداعشية السورية رفقنا إلى أحد الأحياء غرب الرقة لنلتقي زينب زوجة داعشي وأم لطفلين والتي حدثتنا عن وقائع مؤلمة من حياتها أثناء إقامتها مع داعش وانتقالها للهول فجوزي كان مع فصري الداعش واضطريت أن أكون معه وأروح معه وما يكون كيف كنتوا عايشين أيام تنظيم داعش؟ المرأة كيف كانت عايشة؟ كنا عايشين من تحت حرب خوف المرأة كان عليها ضغوطات لباس طلعة روحها جاية أي شيء فصول معاناة زينب لم تنتهي رغم خلاصها من التنظيم ومغادرتها المخيمة كانت كثير صعبة ظروفنا أطفالنا ما فيه تعليم لهم عايشين بالمخيمات تحت البرد عطول أحيان فيها ورا الحرقة يحترغوا خيمات كله لأنه إيش مطبخ وببور شغال فيه أحيان تحترغ الخيمة أطفال تحترغ تموت نحن نعيش بالخوف هذا عايشين بالخوف ممكن بأي لحظة نعتبر حانا نحن رح يصير معنا مثل غيرنا وبرد وما فيه تعليم الأطفال ما فيه مساعدات يعني كنا خافي بالنفس الوقت من العالم متشددة يعني نساء متشددة أنه ليش تغيرتوا ليش غيرتوا حياتكم ليش ما تضلون ولكن يبقى في مخيلة زينب أمل بحياة أفضل لها ولأطفالها بعيدا عن معانة كنت عايش فيها خوف تحت من العالم اللي تحاول تنطغم منش أو تحاولين تغيرين حياتش وما يخلونش فلما كانت قالوا لأنه بكرة رح تتطلعوا وتمشوا وسلمونا من جد يعني كانت فرحة كثير ما تنوصي بصراحة أنا واطفالي حيات يعني كويسة شو فرق المعاملة بين الماضي وبين هلا؟ أكيد بيه فرق كثير في إحدى زوايا المنزل يجلس رجل سبعيني منهك ويخبرنا بحرقة قلب أنه السبب فيما حصل لابنته ونظرة المجتمع لها طيب أنت كيف حاولت صلح موقفها تساعدها أنت كأب؟ والله اللي قدر عليها أن تصالح بديها عاونها اللي قدر عليها هذا وما أخير هي شي بس والحمد لله يعني برأيك هي مالها زنب أو هيك؟ لا والله مالها زنب الزنب زنبي يعني أقول لشها الزنب زنبي يعني بس هي مالها زنب ليش زنبك عمو؟ لأنني جوزتها عليهم هي شي ذنب بس استطاعت زينب وأطفالها الحصول على فرصة جديدة للعودة للحياة الطبيعية بعد فصول طويلة من المعاناة في ظل تنظيم إرهابي دمر حياتها ولم تعد لها سوى رغبة واحدة أن تحصل على عمل تعيل به أطفالها وتربيهم بعيدا عن الأفكار المتطرفة التي قتلت والدهم روناك شيخي لأخبار الآن من مدينة الرقة في الشمال السوري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر